المزيد بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي أستاذ التمويل والاستثمار برحب بيك معنا في هذا الصباح دكتور محمد صباح الخير يا فرم تحياتي لحبتك أستاذ المشاهدين تحياتي يا دكتور يعني بنتحدث عن إطلاق أول صندوق الاستثمار في الدهب يعني لكتير من المواطنين اللي بيبحثوا عن ملاذ آمن للحفاظ على يعني قيمة أموالهم في فرص استثمارية غير تقليدية الحقيقة يعني لو تكلمنا عن ده بشكل مفاصل هو الحقيقة طبعا الأزمة العالمية اللي عدت دي ونتيرة ارتفاعة نسبة تضخم بشكل كبير وبالتالي انهيار قيمة العملاء بين كنونة العملاء الوراقية كان لابد من البحث عن مصادر جديدة لجذب المدخرات وتنمية الاستثمارات الدول النامية أو الدول في معظمها بتعتمد على المدخرات اللي هي تقدمها الناس في البنوك علشان تقدر توجه هذه المدخرات الى الاستثمار وهي تصنع التنمية وتقطه لكن نتيجة الظروف جيناس بلقت على تبحث عن أشياء أخرى زي الدهب والدولار وغيره وبالتالي كان هنا حصل عليهم مضاربة عالية جدا وظهر في أسواق معظم اقتصادات دول الناشئة على أساس انه هو المواطن بيسعى ان يحافظ على قيمته ويعظم من قيمته وتصبح قيمة مدخراته مساوية حسب الزمن وتكوافر مع الزمن اللي هو بمر عليه وتقلل من المخاطر المحتلفة لذلك اتجت الدولة الى صندوق الاستثمار او صندوق الاستثمار في المعادن وبدأت بالدهب باعتبار ان الدهب هو افضل انواع الاستثمار او افضل انواع المعادن واكسرها حفاظا على القيمة وفي نفس الوقت تتطور مع القيمة لذلك انشاء هذا الصندوق يعد نقطة جيدة في هذا التوقيت تحديدا وبعد ما انتفع لان عندنا حضرتك نسبة المضاربة وارتفاع اسعار الدهب النهاردة والدولار تتجاوز تجاوزة الثلاثين في المية عن السعر الحقيقي وده الحقيقة في البعد فترة طويلة سيصاب المدخرون او الناس اللي اشترات الدهب والدولار بانهيار لا يقل عن 30% وعلى مسؤولاتي الامر هنا الدولة ما تزدش هذا الصندوق بيبقى اولا بتقلل المخاطر بتحافظ على القيم اصل الزمن على النقود بتحافظ على القيمة النقود في نفس الوقت كمان تستطيع الدولة ان توجه هذه الاستثمارات او بتضخ هذه الاستثمار هذه الاموال في مسارات استثمارية تعود على الدولة بالتنمية وتفتح مشروعات لان هذه الاموال كانت تعطيل الاستثمار في الدهب او الاستثمار في الحقيقة تعطيل لمدخرات الناس وبالتالي هنا يعاد هذا الامر على المستوى القومي باعتبار حق معدلات نمو ويحق معدلات تنمية ويساعد الدولة في توفير وانفتح مسارات استثمارية من الصناعة وغيره وفي نفس الوقت يحافظ على قيمة مندخرات الافراد ويقلل من المخاطر الامر الثاني هذا الصندوق كمان بيبقى عبارة عن اسهم كل واحد بروح يشتري مسجل هذا الاسهم وبالتالي هنا يمكن في اي وقت تعود هذه الاموال له في اي وقت عايز يسحب الاموال بيسحبها في اي وقت عايز يبيع الاموال بيعدها دي كلها من عناصر الاصلاح الاقتصادي واعادة توجيه المدخرات القومية حتى يمكن ان تستفيد بها وبالتالي السمارف الدهب او صندوق السمارف الدهب تعد خطوة جيدة واعتقد ان هناك صندوق السمارف النحاس صندوق السمارف الفضة اعتقد ان الدولة سنة ملأت في هذا الموضوع اعتقد انها ستفتح صندوق السمارف الدهب حق المعادل لان المعادل المعادل بتحفظ القيمة وتختلف كثيرا عن اولاق البدجنود بشكر حضرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وهذا الاضاح طبعا الدكتور محمد الشوات في استاذ التمويل والاستثمار بشكر حضرك شكرا جزيلا